وزارة النفط العراقية تتخذ خطوات جديدة من شأنها تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بإدارة حقول النفط والغاز في شمال العراق وزير النفط العراقي يدعو إلى تأسيس شركة نفطية جديدة يكون مقرها في أربيل عاصمة إقليم كردستان وتتولى إدارة النشاط النفطي بالإقليم فهل يقبل الجانب الكردي بهذا الحل وما الخيارات المتاحة لحل النزاع معنا الآن من أربيل الكاتب والباعة السياسي كفاح محمود مساء الخير أستاذ كفاح مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار عندما نتحدث عن مقترح من هذا النوع أطلقه وزير النفط العراقي تأسيس شركة تتولى هذا الملف وتكون بشكل من الأشكال تابعة للحكومة الاتحادية ما الذي يعنيه ذلك تحديدا وهل هذا خيار مقبول من قبل الجانب الكردي في نهاية المطاف بداية أستاذ مهند مساء الخير أنا أعتقد بصرف النظر عن هذه الجزئية هناك إشكالية كبيرة تتحكم في ملفات النفط والغاز وكثير من الإشكاليات بين أربيل وبغداد وهذه الإشكالية تكمن في العقلية المركزية في بغداد بعيدا عن النظام الاتحادي الذي اعتمد كنظام سياسي للدولة العراقية بعد إسقاط النظام الشمولي السابق في 2003 منذ ذلك الحين يعني 19 عاما لا يزال هذا التيار المتنفذ في السلطات العراقية سواء على مستوى البرلمان أو السلطة التنفيذية لا يزال يفكر بتفكير تكثيف السلطات في بغداد هذه مشكلة معقدة جدا والأكثر تعقيدا هو فقدان الثقة ما بين بغداد وأربيل خاصة فيما يتعلق بالمسائل بالإيرادات لا بغداد لها ثقة في أرقام أربيل ولا أربيل لها ثقة في أن تكون بغداد منصفة في توزيع الثروات وتشكك في كل توجهاتها خاصة مع هذا الكم الهائل من الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة العراقية منذ 2003 وليحد هذا اليوم لكن دعنا نذهب إلى صفحة أخرى وهي صفحة التفاعل بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى قانون النفط والغاز الأقليمي هنا في أقليم كردستان تعقدت الأمور بشكل كبير جدا إلى درجة أنه تم رفض هذا القرار والتشكيك بأنه قرار غير دستوري معتمدين على مجموعة من الفقرات الدستورية وفي مقدمتها مثلا المادة 141 على سبيل المثال التي دعني أقرأ خلاصتها تؤكد في الدستور طبعا تؤكد على أن كافة قوانين قليم كردستان التي تم تشريعها سواء في البرلمان الكردستاني أو من قبل الحكومة منذ 1992 تعتبر مستمرة ومعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية ما لم تغيرها حكومة الإقليم أو برلمان الإقليم طبعا هذا يتقاطع تماما مع قرار المحكمة الاتحادية ولذلك تصير حكومة الإقليم على أنه قانون النفط والغاز هو قانون مشرع من قبل برلمان كردستان هذه نقطة قد تشكل مشكلة سيد كفاح لأن الطعن في دستورية قرار المحكمة الاتحادية لا أدري ما هو الإجراء للقيام بذلك ولكن هل برأيك يعتزم الإقليم الطعن في هذا القرار إذا كان هناك مسموح به هذا الطعن في الفترة القادمة لا أهم من الناحية القانونية يعني ليس هناك طعن لن يقبلوا طعن ولكن أيضا الإقليم إدارة سواء في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ترفض بالمطلق قرار المحكمة الاتحادية لكن فتحت الباب في مجال آخر وهو ذهاب وفد إقليم كردستان يوم أمس وإجرائه مباحثات مع وزارة النفط على خلفية مقترحات سابقة من ضمنها تأسيش شركة نفط لكن الإشكالية تقع في أن هذه الشركة حسب ما صرح وزير النفط الاتحادي تكون مملوكة للحكومة الاتحادية وتدار من قبلها وهذا يتقاطع أيضا مع مادة دستورية أخرى تمنح الإقليم صلاحية إدارة مؤسساته الاقتصادية والمالية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وليس تفردا للحكومة الاتحادية إذن هناك إشكاليات كثيرة ربما ولكن المشكلة أستاذ كفاح أنه وفود تذهب وفود تأتي إلى الإقليم وإلى بغداد وإلى آخره هذا ملف مهم وملف خلافي وشائك منذ فترة طويلة حتى الآن لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنه ما الذي يجعل الآن من الممكن أن يكون هناك نوع من التفاؤل بأن هذا ملف قابل للحل يعني بعيدا عن تصريحات المسؤولين هناك في المؤتمر الصحفي أنا شخصيا كمراقب يعني لست متفائلا كثيرا بإيجاد حلول خاصة وإن كما قلت لك إن الإشكالية الرئيسية هي في العقلية في العقلية المركزية في مركزة النظام السياسي وهذا يتقاطع مع عقلية ومفهوم النظام الاتحادي وصلاحيات الإقليم ولذلك نعتقد ما لم يتم تشريع كما قال رئيس الوفد الكردي ما لم يتم تشريع قانون النفط والغاز في بغداد والذي تمت كتابته في 2007 ثم وضعه على رفوف البرلمان لحد هذا اليوم ما لم يتم تشريع قانون بالاتفاق مع عقلية كردستان والمحافظات المنتجة للنفط خارج الأقاليم أنا أعتقد لن تكون هناك حلول واقعية وناجعة وسيبقى هذا الخلاف أو يتم تخديره يعني تأجيله إلى مرحلة قادمة خاصة وإن البلاد الآن تفقد سلطة تشريعية متكاملة ترفض لحد الآن تفتقد إلى حكومة الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ليس هناك أي بوادر لحد هذه اللحظة للتوافق ما بين القوى المتنافسة سواء في البيت الشيعي أو في البيت الكردي ولذلك نعتقد يعني دعنا نذهب كما قالوا كبداية صحيحة ولكن إلى أين ستنتهي هذا يحتاج وقت طويل بتقديري ويحتاج أيضا إلى تغيير هذه الثقافة ثقافة مركزة القرارات ومركزة الإدارة ومركزة الاقتصاد في العاصمة الانتحادية بغداد وهذا يعني بشكل عملي أستاذ كيفاحت يعني ترحيل هذا الملف إلى فترة لاحقة لأن المفاوضات جارية منذ فترة وكما أشرت هناك وفود من الطرفين تذهب وتأتي وتبحث في هذا الموضوع حتى الآن لا تقدم على ما يبدو برأيك هل سيرحل هذا الملف مع ملفات ربما خلافية كثيرة أخرى بين الإقليم وبين المركز في الفترة القادمة بالتأكيد يعني ليس هناك جهة في بغداد قادرة على حل هذه الإشكاليات ولا تمتلك مثل هذه الصلاحيات ما لم يتم الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للوزراء ثم تشكيل حكومة وهذه بتقديري لن تحصل خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة هناك إشكالية كبيرة هناك إشكالية في البنية الأساسية للعملية السياسية الإراقية ولذلك نعتقد سيتم تخدير كل هذه الإشكاليات لحين أن يفتح الله بابا جديدا لتوافق البيت السياسي العراقي عموما بمكوناته الثلاثة السنية والكردية والشيعية وهذا في المستقبل المنظور ليس قريب يحتاج إلى وقت طويل خاصة فيما يتعلق في العلاقة ما بين بغداد وأربيل ما تزال كثير من القوى النافذة في بغداد تميل إلى استخدام القوة واستخدام المسيارات والقصف الصاروخي سواء من خلال طهران مباشرة أو من خلال أذرعها المتواجدة كميليشيات ولائية وتابعة لأحزاب سياسية متنفذة في البرلمان فكيف سيتم الاتفاق على قانون يرضي الأقليم أو يرضي بقية المحافظات طالما وجود أذرع عسكرية خارج المؤسسة العسكرية تفرض إرادتها من خلال السلاح أو من خلال التهديد باستخدام السلاح أنا أعتقد الإشكاليات بالغة جدا وتحتاج وقت طويل وإمكانيات ربما أكبر من الإمكانيات الحالية ولا شك أن أسعار النفط المرتفعة هذه الأيام تجعل من المغري للإقليم الإبقاء على الوضع القائم حاليا والاستفادة من موارد النفط المتاحة ليس الإقليم لوحدة أستاذ مهند بالعكس الآخرون في بغداد أيضا متونسين على الشغلة لأنه بالتأكيد هذا الفائض سيستخدمه بعشرات المليارات يعني الإقليم يصدر ما قيمته من 450 ألف إلى نصف مليون برميل يوبيا وإراداته ربما لا تكفي كثير من المشاريع الاستراتيجية للإقليم لكن الإشكالية الكبيرة في بغداد التي يصرخ سكانها وسكان محافظات العراق من الموسى حتى البصرة بالمطالبة بالحد الأدنى لخدمات الإنسان التي يفتقدوها سواء في بغداد أو في بقية المحافظات شكرا جزيلا لك الأستاذ كفاح محمود الكاتب والبحث السياسي كان معنا من أربيل